يستمر التصعد في غزة ويتسع ومعه تتصعد المخاوف من اتساع دائرات الحرب أطراف كثيرة تحذر من ذلك من بينهم تركيا وإيران وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جدد التحذير من خطر انتقال الصراع إلى دول أخرى إذا لم تتوقف إسرائيل عن حربها في غزة تحذيرات مقرونة باتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين في غزة التصعد في غزة لم يعرف توقفاً ولم تتوقف الدول الغربية عن دعم إسرائيل إن ذلك يهدد الحرب بالتوسع مما يؤثر على جميع دول المنطقة يجب على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لإسرائيل يجب عليهما أن تعترفان بأنهما المسؤولتان الوحيدتان عن ارتكاب هذه المجازر ضد الشعب الفلسطيني في غزة وزير الخارجية التركي أكد من جانبه على أن بلاده لا تريد أن تتوسع هذه الحرب لتشمل دولاً مجاورة في المنطقة ارتكاب المجازر لن يؤدي إلى أي حل الرئيس رجب طيب أردوغان ركز على ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام وفتح الممرات الإنسانية لا يمكن قبول تلك المأساة في غزة ولا نريد أن تتوسع هذه الحرب لتشمل الدول المجاورة في المنطقة عاد عن التحذيرات المشتركة بين البلدين يبدو أن طهران وأنقرة تتجهان أكثر للتنسيق بشأن تطورات الحرب في غزة فقد اتفق الجانبان على السعي لعقد مؤتمر للسلام في أسرع وقت ممكن لحل الأزمة وتجنب حرب إقليمية